قيادة العمليات المشتركة توجه نداءات عاجلة الى اهالي الفلوجة لمغادرة منازلهم وتوخي الحذر للوصول الى الممرات الامنة وطائرات التحالف تستهدف تجمعات تنظيم داعش بضربات جوية مكثفة يقول عنها شهود العيان انها ولدت اعمدة من الدخان واصوات انفجارات كبيرة وكانت مصادر عسكرية قد اشارت الى جهوزية القوات المكلفة باستعادة الفلوجة في انتظار صدور الاوامر وان خطط انقاذ العائلات والقضاء على قناصة داعش المنتشرين على اسطح المباني قد استكملت فيما يقول مجلس القضاء الخالدية ان ضربات التحالف قد خلفت خسائر كبيرة قتل خلالها مسلحون ودمرت سيارات محملة بالاسلحة بالاضافة الى معمل كبير في الحي الصناعي كان التنظيم يستخدمه لصناعة العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة من جانب اخر اعلن مجلس محافظة الانبار انطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير الشريط الحدودي بين العراق وسوريا والاردن امتدادا من الرطبة ومنفذ طريبيل وصولا الى منفذ الوليد وبمسافة تصل الى اكثر من 140 كم المجلس اضاف الى ان العملية تهدف لاعادة فتح منفذ طريبيل وتأمين الطريق السريع كما اعلن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة عن سيطرة القوات الامنية على تقاطع عكاشات الواقع على طريق الرطبة السريع وقطع طرق امدادات التنظيم في اتجاه القائم مع فرض حصار حول المدينة الحدودية ونشرت الشرطة الاتحادية مفارز للتفتيش مجموعات مسلحة على الطريق السريع في اتجاه الرطبة ومنفذ طريبيل فيما رفع العلم العراقي رسميا على المباني الحكومية في الرطبة بحسب قائد شرطة الانبار جاسم محسن العربية